اعزائي طلبة وطالبات ثلاثة سنوية اهلا بكم في فرنش اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية الفيديو النهاردة ان شاء الله هو الجزء التالت من اهم التكات اللي ممكن تقابلنا في اسئلة القواعد في الجزء الاول والتاني حلينا مئة سؤال والنهاردة بقى ان شاء الله هنبتدي بالسؤال رقم مية واحد بخصون ني نقط يعني لا احد ايه احط مكان النقط ولا ابسون ولا ابسون ولا ابسون كلمة بمعنى شخص هي اصلا اسمه مفرد مؤنس ولكن هي هنا ده نفي معناها لا احد يعني بتتعامل معاملة يعني المفروض الصفة اللي هتكون هنا هتكون مفرد مذكر يبقى لا احد غائب السؤال نميرو مية واتنين سان كونت بخصون صون نقط خمسين شخص يكونوا ايه ابسون ولا ابسون ولا ابسون هنا بقى كلمة بخصون هتتعامل زي ما هي جمع مؤنس يبقى هنختار الصفة جمع مؤنس يبقى ابسون السؤال نميرو صون تخوا مية وثلاثة علي وانا ذهبنا الى المنزل احط مكان النقط علي ولا علي ولا علي ولا علي طبعا الضمير او الفعل بيتصرف معاه زي تصريفه مع ايل وال يعني في المفرد ولكن الفاعل هنا هو محددهولي ان هو علي وانا يعني نحن وده جمع مذكر يبقى هنختار اسم المفعول يكون فيه تبعية الجمع المذكر يعني فيه حرف الاس يبقى قليل السؤال نميرو صون كاتر مية واربعة يعني بسرعة الاوتوبيس بينتظركم احط مكان النقط ولا طبعا الفاعل هنا هو يعني المفروض ان احنا هنختار الفعل يكون متصرف مع ايل يبقى اطن يبقى الوتوبوس وزاطن السؤال نميرو صون سانك مية وخمسة انتم بتنتظروا الوتوبوس احط مكان النقط اطن ولا اطن ولا اطن دي ولا اطن دو طبعا هنختار الفعل يكون متصرف معا يبقى اطن دي السؤال نميرو صون سيس مية وستة لوتون نقط فيت احط مكان النقط غيباس ولا باس ولا باس ولا باس ولا غيباس كلمة لوتون ممكن يكون معناها الطقس او الوقت هنا معناها الوقت يعني الجملة المفروض معناها الوقت بيعد بسرعة او بيمر بسرعة يبقى المفروض ان احنا هنختار فيغب باسي متصرف معا يل يبقى باس يبقى لوتون باس فيت لكن فيغب بغب باسي يعني يكوي السؤال نميرو صون ست مية وسبعة جو في نقط لا لبغيغي انا رايح المكتبة احط مكان النقط ا ولا او ولا دون ولا الا فيغب قلي يعني يذهب بيج بعدي اسماء الاماكن مسبوقة بحرف الجر ا يبقى جو فيه الا لبغيغي السؤال نميرو صون ويت مية وثمانية جو في نقط لا لبغيغ احط مكان النقط ا ولا او ولا دون ولا شي فيغب قلي هنا بقى مش جاي بعديه اسم مكان ولكن جاي بعديه اسم صاحب مهنة لا لبغيغ يعني البائعة اللي موجودة في المكتبة يعني هنختار قبلي حرف الجر شي لان ده يعتبر اسم عاقل يبقى جو فيه شي لا لبغيغ السؤال نميرو صون نوف مية وتسعة شاك جور مون جو غون بير نقط صون شيا كل صباح جدي بيفسح الكلب بتاعه احط مكان النقط سو بخومني ولا سو بخومن ولا بخومن ولا او بخومني في الجملة دي هنختار الفعل يكون متصرف في المضارع علشان عندي كلمة شاك جور يبقى معنى كده ان انا هختار فيرب يا اما سو بخومن يا اما بخومن سو بخومني ده بفعل معناه يتنزه يعني بيفسح نفسه لكن بخومن يعني بيفسح حد تاني يبقى هي دي الاجابة الصح يبقى جدي بيفسح الكلب بتاعه السؤال نميرو صون ديس مية وعشرة احنا قضينا رحلة ايه اجغيابل ولا انت غيسانت ولا جينيال ولا نيل اجغيابل ده اسمه مفرد مذكر يعني هنختار صفة مفرد مذكر كل الاختيارات اللي عندي صفات مؤنسة لكن اجغيابل ممكن تنفع مذكر وممكن تنفع مؤنس يبقى هنختار اجغيابل السؤال نميرو 111 المقارنة هنا مقارنة صفات يعني بنحط الصفات بين يبقى الاجابة هي السؤال نميرو 112 الابنت دي مش بتسافر لوحدها احط ما كان النقاط جامي ولا بخصون ولا غياء ولا بلو بوياج طبعا ممكن تبقى اسم وممكن تبقى فاعل لو هي اسم معناها رحلة لو هي فاعل معناها يسافر هي هنا فاعل والجملة هنا في النفي ولكن الاختيارات اللي عندنا نو جامي يعني ابدا ونو بخصون يعني لا احد ونو غياء يعني لا شيء ونو بلو يعني لم يعد في هنا ايجابتين ممكن ينفعوا ممكن تنفع جامي يعني ابدا وممكن تنفع بلو يعني ممكن اقول هي مش بتسافر ابدا لوحدها وممكن اقول هي ما عددش بتسافر لوحدها فاحنا هنختار جامي على اساس ان الجملة في المضارع يعني هي مش بتسافر ابدا لوحدها السؤال ميو سانتخيز 113 انا مش بخصر المواعين احط مكان النقاط لا ولا دو ولا لو ولا دي فيغ بفاغ مع الانشطة المنزلية بيجي معاه اسم النشاط المنزلي مسبوق بادات التعريف وهنا الجملة منفية ولكن ادوات التعريف مش بتتأثر بالنفي كلمة فيسل كلمة مفرد مؤنس يبقى لا لا فيسل السؤال نميو سانتخيز 114 انا مش بعد الواجبة او مش بجهز واجبة احط مكان النقاط لا ولا دو ولا لو ولا دي الجملة دي برضو فيها خطأ في الاختيارات اللي موجودة لان كلمة غيب با في الاسبات ممكن تكون نكرة وممكن تكون معرفة لو كانت مسبوقة بادات نكرة في الاسبات يعني عند النفي هنحول اداة النكرة لدو ولو كانت مسبوقة بادات تعريف اداة التعريف مش هتتأثر بالنفي يعني هنختار دو فاحنا هنعتبر ان هي كانت مسبوقة بادات نكرة وهنختار دو السؤال نميو سانتخيز 115 عشان نروح التمرين على شان نروح التمرين اكيد هناخد شانتة الرياضة يبقى السؤال نميو سانتخيز 116 انت عارف تنام في كل الدوشة دي احط مكان النقاط الجملة هنا في زمن الماضي المركب وانا عندي المساعد يعني عايز احط مكان النقاط اسم مفعول اسم المفعول اللي هيكون هنا هيكون من يعني يستطيع يبقى السؤال نميو سانت دي سات 117 هذا اللاعب بيتضرب كتير احط مكان النقاط الفاعل بتاع الجملة هو يعني مفرد غائب يعني هنختار الفعل يكون متصرف مع وطبعا يعني يضرب لكن يعني يتضرب يبقى هنختار السؤال نميو سانت دي سويت 118 سمر مش بتحب الزبادي احط مكان النقاط ولا دي ولا لو ولا دو الفعل اللي موجود في الجملة هو يعني فعل من افعال الميول بيجي بعديه الاسم مسبوء باداة تعريف وكلمة يا اوغت كلمة مفرد مذكر هي بدأ بحرف الاجريك وهو حرف متحرك ولكن مش هينفع نختار الابستخوف لان كلمة يا اوغت مش بنعتبر الاجريك اللي فيها حرف متحرك يعني هنختار لو لو يا اوغت السؤال نميو سان دي سنوف 119 الفكهة كويسة للصحة كل منها كتير احط مكان النقاط دول جملتين مع بعض جملة خبرية وجملة امرية الجملة الامرية ناقصها الفعل وناقصها كمان المفعول به يعني المفروض اصل الجملة مونج بكو دو فخوي كل كثيرا منها الفاكهة ولكن احنا هنستبدل دو فخوي بضمير مفعول يعني هنستبدلها بالضمير اون لانها مسبوقة بظرف الكمية بكو دو وفي حالة الامر المثبت الضمائر بتيجي بعد الفعل يبقى مونج زون ونخلي بالنا ان في حالة الامر المثبت مع الضمير اون والضمير اجريك اذا كان الفعل مجموعة اولى حرف الاس المحزوف من تصريف الفغب مع تي بيرجع تاني مع اون واجريك السؤال المغوصان فا مياه وعشرين جي اون بيتيت نقاط احط مكان النقاط فخوا ولا بو ولا فخواد ولا فا انا عندي هنا بيتيت ودي صفة مفرد مؤنس يعني المفروض الاسم اللي هيجي بعديها هيكون اسم مفرد مؤنس طبعا فخوا اسم لكن هو مفرد مذكر بوضي صفة ما تنفعش فخواد برضو صفة ما تنفعش فاسم مفرد مؤنس يبقى الاجابة هي فا جي اون بيتيت فا يعني انا جائع قليلا السؤال نمغوصان مياه واحد وعشرين احط مكان النقاط يعني ماذا ولا كمبيا كم ولا بوخوا لماذا ولا كي من طبعا كلمة الاستفهام المناسبة هي كومبيا لان دايما بيك بعديها دو وبعد كده اسم جامع يبقى انت مسافر مع كم من اصدقائك السؤال نمغوصان 22-122-122 انت جاي من المدرسة وي نقاط ايو انا جاي من هناك احط مكان النقاط جون فيا ولا جي فيا ولا جي فيا ولا جي فيا ولا جي فيا المفروض ان احنا هنستبدل دولي كل بضمير مفعول ضمير المفعول المناسب هو ان لان دا اسم مكان مسبوء بحرف القرده يبقى جون فيا السؤال نمغوصان 23-123 جيمال نقاط بي اي انا عندي الم في القدمين احط مكان النقاط ا ولا او ولا االا ولا اا الابستخوف علشان نعبر عن الالم البدني بنستخدم التعبير افواغ مال اا زائد عضو من اعضاء الجسم يكون مسبوء باداة التعريف وبي دا اسم جامع يعني هيكون مسبوء باداة التعريف ليه ولازم هنضغمها مع حرف القرده يبقى او جيمال وبي السؤال نمغوصان 24-124 جو فيا لكل نقاط بي احط مكان النقاط ا ولا او ولا االا ولا او الجملة معناها انا بروح المدرسة سيرا على الاقدام كلمة سيرا على الاقدام باستخدم حرف الجر ا مع كلمة بي اي من غير ادوات تعريف ولا اضغام ا بي اي بنعتبرها زي وسيلة من وسائل المواصلات اللي احنا بنركب فوقها يعني ا زائد وسيلة المواصلات مباشرة من غير محدد السؤال نمغوصان 25-125 مو نقاط مال رجلي بتقلمني احط مكان النقاط في ولا في ولا اي ولا ا هنا هنختار فغ بفاغ لان فاغ مال يعني يقلم يبقى من جمب مو فاغ مال السؤال نمغوصان 26-126 جو مو دي بلاس نقاط غولاغ احط مكان النقاط ا ولا او ولا دو ولا دو غولاغ يعني حزاء بعجل وهي من الادوات اللي احنا بنستخدمها في التنقل والادوات اللي احنا بنلبسها في رجلينا زي الحزاء اللي بعجل او لوح التزلج دول بنستخدم معاهم حرف الجر اون يبقى اون غولاغ السؤال نمغوصان 26-127 بوغ جو وي او باسكات نقاط علشان نلعب كرة السلة بنستخدم ايه ام بالون كرة كبيرة ولا اين بال كرة صغيرة ولا اين بول كرة حديدية ولا ام بالون ريشة طبعا في لعبة كرة السلة وكرة القدم بنستخدم كرة كبيرة ام بالون السؤال نمغوصان 28-128 انت خلصت الواجب علشان اجاوب على الجملة دي هقول ايه هقول وي الجملة هنا في زمن الماضي الحديث يعني لما بيكون جملة فيها فعالين فعلي متصرف والتاني في المصدر بتكون الضمائر الشخصية مكانها قبل المصدر وطبعا لودوفواغ ده اسمه مفرد مذكر يعني اللي هيحل محله ضمير المفعول ل ومكانه قبل المصدر يبقى الاجابة هيوي ونخلي بالنا ان احنا هنا مش بندغم ده مع لو لان لو هنا مش اداة تعريف ولكن هي ضمير مفعول السؤال نمغوصان 29-129 يعني ما تدهوش لعمر احط مكان النقاط لوي ولا لو ولا لو ولا ايجراك طبعا ضمير المفعول اللي هنا هيكون ضمير مفعول مباشر لان الجملة اصلها يعني ما تديش الكتاب لعمر هنا هشيل لو ليفغ واستبدله بضمير مفعول مباشر يبقى هستبدله بضمير المفعول لو يبقى السؤال نمغوصان 30-130 جوفي نقاط اوبارك احط مكان النقاط موبخوموني ولا سوبخوموني ولا بخوموني ولا موبخومان الجملة دي في زمن المستقبل القريب يعني فيغبقاليف المضارع زائد المصدر وهي معناها انا هتفسح او هنزه نفسي يعني هنختار فعل يكون زو ضميرين لكن نخلي بالنا ان في حالة المستقبل القريب لما يكون الفعل اللي عندي زو ضميرين بسيب الفعل في المصدر زي ما هو ولكن لازم نغير الضمير علشان يناسب فاعل الجملة فاعل الجملة هنا هو يعني الضمير هيتغير ويبقى موبخوموني يبقى جوفي موبخوموني او بارك السؤال نميرو 131 جوفي نقط مونشيا او بارك انا هفسح الكلب بتاعي في المنتزة احط مكانه النقط موبخوموني ولا سوبخوموني ولا بخوموني ولا موبخومان الجملة دي في زمن المستقبل القريب برضو ولكن نخلي بالنا ان هنا مفعول به في الجملة اللي هو مونشيا يعني انا هفسح حاجة تانية مش هفسح نفسي يبقى الفعل مش هيكون زو ضميرين يبقى هنختار بخوموني السؤال نميرو 132 132 جاي نقط كور دو سبور انا عندي حسة رياضة احط مكان النقط ا ولا اون ولا دو ولا دي نخلي بالنا ان كلمة كور ده اسمه مفرد مذكر ولكن هو منتهي بحرف الاس يعني هنختار قبليه اداة النكرة ا يبقى جاي ان كور دو سبور وهي في الجمع برضو بيكون لها نفس الشكل ده لان هي منتهية بحرف الاس ولكن هنا هي مفرد السؤال نميرو 133 نقط باسكيت اي حزاء انت اشتريت احط مكان النقط كال ولا كال ولا كال كلمة باسكيت بمعنى حزاء بتكون اسم جمع مؤنس يعني هنختار قبليها كلمة الاستفهام كال للجمع المؤنس ولكن طبعا لو هي باسكيت لعبة كرة السلة بتكون مفرد مذكر السؤال نميرو 134 مية ربعة وثلاثين مارك كالي نقط كيب ايه هو فريقك المفضل يا مارك احط مكان النقط ولا سون ولا مو ولا تا كلمة ايكيب ده اسمه مفرد مؤنس ولكن نخلي بالنا انه هو بادئ بحرف متحرك يعني ما نقدرش نستخدم قبليه صفات الملكية ما وطا وصا ولكن بنستخدم قبليه مو وطن وصن وهنا انا بتكلم مع شخص مفرد اللي هو مارك يعني المفروض هنستخدم صفات الملكية يبقى السؤال نميرو مية خمسة وثلاثين المصطرة دي بتاعتك وي سي نقط غاجل انها مصطرتي احط مكان النقطة ولا ما ولا سا ولا لور كلمة غاجل كلمة مفرد مؤنس يعني هنختار قبليها ما يبقى سي ما غاجل السؤال نميرو مية ستة وثلاثين كيسكو تي بونز نقط سو سبور ايه رأيك في هذه الرياضة احط مكان النقطة اون ولا دو ولا دو ولا دي علشان اسأل عن رأي حد في حاجة بنستخدم فيغ ببونسي ومعايا حرف الجر دو وبعدين اسم الحاجة اللي احنا بنسأل عنها يبقى دو كيسكو تي بونز دو سو سبور السؤال نميرو سنتخونتسات مية سبعة وثلاثين فيكتور شانت نقط شانسون فيكتور بيغني أغنية احط مكان النقطة ا ولا دو ولا دي ولا اين كلمة شانسون كلمة مفرد مؤنس يبقى هنستخدم قبليها أداة النكرة اين اين شانسون السؤال نميرو سنتخونتويت مية تمانية وتلاثين اونم نقط جوير احط مكان النقطة صون ولا س ولا ص ولا مون الضمير او بنستخدمه كمفرد يعني بنصرف الفعل معاه زي تصريفه مع إيل وقال وهو معناه الناس أو كل واحد مننا وهنا كلمة جوير ده اسم جمع يعني هنختار قبليه صفة الملكية س يبقى اونم س جوير السؤال نميرو سنتخونتو نوف مية تسعة وتلاثين نو اونم نقط جوير احنا بنحب اللاعبين بتوعنا احط مكان النقطة نو ولا س ولا س ولا مون هنا بقى الضمير او جه قبليه ضمير التوكيد نو يبقى هو هنا معناه نحن وعندي كلمة جوير ده اسم جمع يبقى هاختار قبليه صفة الملكية نو يبقى اونم نو جوير السؤال نميرو سان كارونت مية واربعين ليغاكت نو قد جوير سان كورانت يعني مدارب اللاعبين تكون كبيرة احط مكان النو قد د ولا دو ولا دو ولا دو لار جوير ده اسم جمع يبقى هاختار د يبقى ليغاكت د جوير سان كورانت السؤال نميرو سان كارونت اا مية واحد واربعين جو ني با من ليف نو قد موالو تيا انا مش معاي الكتاب بتاعي سلفني بتاعك لو تيا يعني خاصتك او الحاجة بتاعتك احط مكان النو قد بخت ولا بخت ولا بختي ولا بختي تيا ده ضمير ملكية للمخاطب المفرد يعني الجملة دي في صيغة الامر مع المخاطب تي وفغب بختي فغب مجموعة اولى يعني هنحزف منه حرف الاس مع تصريف الفغب مع تي يبقى بخت بخت موال لو تيا السؤال نميرو سان كارونت دو 142 انت بتشجع صديقك انه يعمل رياضة انت هتقوله ايه هتقوله ده مستحيل ولا سي نيل ده شيء تافع ولا سي سوپير ده رائع ولا سي دي زاجغيابل ده شيء غير ممتع انت هتشجعه يعني هتقوله ندي حاجة كويسة يبقى هتقوله السؤال نميرو مية تلاتة واربعين يعني انا ببدأ اليوم بجري خفيف لمدة تلاتين دقيقة احط مكان النقاط ام بو تي ولا اون بو تيت ولا بو تي ولا بو تيت كلمة جوجينج ده اسمه مفرد مذكر وهي معناها جري لكن ام بو تي جوجينج يعني جري خفيف يبقى هنختار ام بو تي ام بو تي جوجينج السؤال نميرو مية تلاتة واربعين ام بو بخاتيك لابلونش نقاط فوال احط مكان النقاط الا ولا ا ولا ا ولا او ولا او بلونش افوال ده تعبير على بعض ومعناه رياضة اللوح الشراعي يبقى هنختار ا السؤال نميرو مية تلاتة واربعين مي كاما غاد جو نقاطة تلاتة واربعين يا اصدقائي انا هنتظركم عندي او في بيتي احط مكان النقاط ابوستخوف ولا لغ ولا فو ولا نو انا عندي هنا فيو جيل بعد كلمة مي كاما غاد يعني دا نداء يبقى معنى كده ان انا بخطبهم او بكلمهم يبقى هقول جو فو زاتون السؤال نميرو سون كارونتة سيس مية ستة واربعين سي لانفرسير دو محمد دا عيد ميلاد محمد جو في نقاطة بورتي انك دو انا هجيب له هدية احط مكان النقاط ولا لغ ولا لوي ولا الابستخوف يعني يجلب او يحضر يعني بجيب لشخص حاجة لما يجي بعديه اسم شخص بيكون مسبوق بحرف الجر ا يعني انا بجيب له هدية يعني الجملة اصلها جو في ابوختي انك دو ا محمد يبقى انا هستبدل ا محمد بضمير المفعول الغير مباشر لوي يبقى جو في لوي ابوختي انك دو السؤال نميرو 47 147 انتبهوا يا تلاميذي ما تتكلموش احط مكان النقاط ولا الجملة دي جملة امرية يعني انا بكلم مجموعة اشخاص يبقى هختار الفعل يكون متصرف مع يبقى ده كان اخر سؤال في مجموعة الاسئلة اللي معنا النهاردة واتمنى تكونوا استفدتم الفيديو ده وان شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم